اعقد مجلس الشورى جلسته العاشرة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون باصدار سندات التنمية حيث قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون من حيث المبدأ وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس والتي أكدت فيه على ضرورة عادة النظر في سياسة الاستثمار وتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص بحيث يتم إشراكه في إقامة مشاريع البنية التحتية وكذلك المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنشيط الحركة التجارية وتخلق فرص العمل بعد نقاش طويل وفق مجلس الشورى على المرسوم بقانون بشأن سندات التنمية بخصوص رفع سقف الدين العام إلى عشر مليار دينار اليوم نتكلم على تنويع مصادر الدخل كمثال تنويع نوع من الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص تطوير عندنا موجود اليوم المؤسسات المتوسطة والصغيرة محاولة الحصول على التكلفة بأكملها وليس جزءا منها كما كان هو متبع في السابق كل هذه الأمور فعلا ستؤدي إلى نوع من ترجل الفاق ولكن لن تؤدي هذه الأمور أو هذه الإجراءات إلى الحصول على المبالغ التي هي المطلوبة بالنسبة إلى المبلغ كامل نحن أمام متطلبات تفرض طبيعة الاستعجال وفق الأحكام الدستورية المنظمة فهي حق أن تصدر في موجب مرسوم تداركا للمسألة العجز التي سنواجهها في الميزانية 2015-2016 ما صاحبها طبعا من انخفاض في سعر النفط وجود التزامات متقيدة فيها أيضا الدولة بمجب على محل المستوى الخارجي في ذات الوقت وزارة المالية هي الأخرى أكدت أن الوضع المالي الراهن يحتم اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط بخلاف ما كان متوقعا له عند إعداد الميزانية العامة للدولة 2015-2016 كانت جلسة مهمة جدا استمعنا فيها لوجهات نظر كثيرة هذه الديمقراطية الحقيقية نحن نستمع لوجهات النظر انتبادل الأفكار بينا لهم استراتيجياتنا في العمل ونحن نشتغل إلى التعامل مع هذا الموضوع من خفاض سعرنا من النفط بشكل لا يؤثر على المواطنين مباشرة لكن لا بد من اتخاذ إجراءات ورغم توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالموافقة على المرسوم بقانون إلا أنها ترى ضرورة الحد أو التحكم في النفقات مع الحاجة لوضع آلية لمراقبة الدين العام وتحفيز الإرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة يذكر أن الدين العام بلغ 7 مليار فاصل 195 دينار منذ عام 2010 وحتى نوفمبر من العام الحالي شكلت فيه القروض المحلية من نسبته 57% والقروض الخارجية من نسبته 43% كما أوضحت وزارة المالية أن متوسط النمو السنوي للدين العام بلغ 18% سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين